ثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آلنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عاليا خلال اتصال هاتفي مع معالي مولود شاووش أوغلو وزير خارجية تركيا ثمن جهود بلاده للتوصل إلى الاتفاق الذي وقعته مؤخرا في مدينة اسطنبول جمهورية أوكرانيا وروسيا الاتحادية والجمهورية التركية بمشاركة منظمة الأمم المتحدة بشأن السماح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية ووصف سمو هذا الاتفاق بالخطوة المهمة التي تجسد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية والعمل نحو إيجاد حلول فاعلة لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية وأكد سمو أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حافظه الله ورعاه ستظل على الدوام داعمة للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم وتؤمن بأهمية بدل أقصى الجهود لتسوية النزاعات عبر تغليب الدبلوماسية ومن خلال الحوار